عودة لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض حيث التقى الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سمو الأمير محمد بن سلمان رحب بزيارة السيد الرئيس إلى الرياض مؤكدا اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد وحرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعيدة مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة في إنجاح القمة العربية الصينية الأولى ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال مؤكدا سيادته أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي ومعربا عن الاعتزاز والمودة التي تكونها مصر قيادة وشعبا للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين مع التأكيد على أهمية استمرار وطيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى بما يعكس التزام البلدين بتعميق العلاقات لاستراتيجية الراسخة بينهما ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات التنائية بين البلدين لسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثمارية وتتشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة للتعزيز التكامل بينهما